طيب ده كان كلام مهم جداً إذن تبدأ رحلة السوبر ليج الأفريقي بدأت رحلة السوبر ليج الأفريقي ودي مسألة مهمة جداً جداً يا جماعة الريادة بالمفهوم الطبيعي بتاعها اللي هي أول بطولة فالقالي عنده فرصة تحقيق ريادة إنه هو يبقى البيونير بتاع الأفريكان السوبر ليج أنت أول من بإذ لا تعالى يفوز بهذا اللقب السنة دي بيتعامل بتمن أندية الخطة أنه بعد كده يزيد لـ 24 ويمشي بشكل مختلف تحاد الدولي من جانبه مهتم جداً جاني إمفنتين ورئيس الفيفا بالبطولة ليه؟ الطلاينة داخل مؤسسة الفيفا فرضوا رؤيتهم على تحقيق هذه البطولة حاولوا يجربوها في أوروبا فشلت والاتحاد الأوروبي تصدى ليه ففرضتها الشركة الإيطالية وإمفنتينو على الاتحاد الأفريقي مش خافة على حد إنه الكاف ومتسبي ومسؤولي للاتحاد الأفريقي نفضين إيدهم شوية من البطولة ومتسابة للشركة الإيطالية اللي بتدير كل حاجة في تنظيم هذه البطولة حتى تكلفة السفر والإقامة وشفتوا الاجتماع الزوم اللي عملوه مع المهندس خالد مرتاجي ومسؤولي النادي الأهل في كل اللجان المختصة بشأن هذه البطولة إلى أن تم التوصل لحفظ حقوق الأندية اللي الأهل الطالب بيها سواء ما يتعلق برفع قيمة الجواز اللي بقت للبطل أربعة مليون دولار أو ما يتعلق بأعباء السفر والشركة هتتكلف كام والنادي المشارك هيتكلف كام وأيضا ما يتعلق بجلب اللاعبين الدوليين اللي موجودين خلال الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم في دول أخرى ومنهم علي معلول وأليو ديانج الإعلان عن السوبر ليجا باش مهندس بدأ في 28 نوفمبر 2019 أنا بقول لكم الفكرة اتأخرت شوية من قبل جياني انفنتينو اللي تم تأكيدها كمان في 17 يوليو 2021 من باترس موتسيبي رئيس الكاف تم اختيار الفرق المشاركة وكلهم ما شاء الله الفرق التمانية الكبار في تصنيف الكاف واهتموا إنه ما يبقاش فينا ديين من دولة واحدة ولو فينا ديين في التصنيف مع بعض من دولة واحدة يتخذ الأعلى عشان كده وجود الأهلي حجب وجود بيرامز وحجب وجود الزمالك أي أن كانت تصنيفهم أو ترتيبهم زي ما النجم الساحلي حجب الترجح حجب وجود النجم والوداد حجب الرجاء معهم كمان إنينبا النيجيري وماميلو دوسانداونز الجنوب الأفريقي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتوكو الأنجولي ومازينبي الكنغولي البطولة شبكة قنوات أبو ظبي الرهيضية أعلنت عن حصولها على حق بس مباريات الدوري إلى أفريقي مجانا عبر القنوات المستوحة أنا بس أعدنا توقف عشان الناس تفهم إن سيمبا التنزاني ده فريق مش سهل ده مصنف أيوه يعني يختارونه ضمن التمانية أيوه ياسم قد ده عريقة كتير جدا صحيح في القارة يعني فهو محدش ياخده باستخفاف يعني طيب يوم عشرين الأهلة هي لعب مع سيمبا هي على فكرة ده التحدي أو العقبة اللي ممكن تفشل هذه البطولة إن هم عايزين يضغطوها بسرعة قوي حتبدأ يوم عشرين بالضبط شهر وتنتهي لأنه تبدأ يوم عشرين أكتوبر النهائي بتاعها حيكون واحد نوفمبر واحد نوفمبر مباراة الإياب إيه إيه مش معقولة لا عشرين أكتوبر هي حتاخد أربعين يوم بالضبط البطولة بالضبط سيمبا مع الأهلي عشرين أكتوبر الأهلي مع سيمبا أربع وعشرين يعني هي المشكلة لاتحاد الدولي والشركة الإيطالية مش مقدرين ظروف أفريقيا بيتكلموا الفريقين حيجوا مع بعض آه بيتكلموا بزهنية أوروبية ليه؟ هو حيجوا مع بعض فريق حيلعب يوم عشرين ويهي تاني يوم يسافر يوم اتنين واحد وعشرين عشان يلعب أربعة وعشرين تمتخيلين؟ يلعب عشرين هناك واربعة وعشرين هنا ده بيترو أتلتكو وسان داونز واحد وعشرين واربعة وعشرين طيب بيترو أتلتكو هيلعب في أنجولا مع سان داونز واحد وعشرين واربعة وعشرين من الفاصل ثلاثة يام على طول إن ينبى والوداد اتنين وعشرين أكتوبر والوداد وإن ينبى خمسة وعشرين أكتوبر مازينبى حيبدأ في استضافة الترجي واحد وعشرين أكتوبر والترجي يستقبله خمسة وعشرين أكتوبر نصف النهائي ودي مسألة مهمة جدا البطولة بخروج المهزومة على طول فالفائز من الاهل وسيمبا حيلعب الفائز من بيترو أتلتكو وساندونز خدوا بالكواب باستمرار الاهل حيلعب بإذن الله تعالى يكمل للآخر الاهل حيلعب مباريات العودة في ملعبه يعني انك انت لو كسبت بإذن الله تعالى سيمبا حتلاعب الفائز من بيترو أتلتكو وساندونز طبعا الصعوبة بالنسبة للقاء ساندونز انك هتلعبوا بره يوم 29 وتيجي تلعبوا هنا يوم واحد انت ما عندكش فرصة غير 3 ايام أو يوم 2 فاصل بين كل المباريات ان انت تسافر جنوب أفريقيا وترجع تلعب هنا ضد ساندونز في القاهرة بفاصل 3 ايام في رحلة إلى قدنى جنوب القارة مسألة الواضح ان الشركة الإيطالية مش مقدرة كويس صعوبة السفر للأفريقيا مش مقدرة شوف يا سيد فرعيم هنتكلم في الموضوع ده للنهار هو ده الأمر الواقع انت شاركته الفائنال 12 نوفمبر انت شاركته التعرف كده خلاص هي مغامرة لما كان يمكن الاعتذار عنها خصوصا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي حدش هيقدر انسحي حدش وهم ده كلام اللي تقال لساندونز وده كلام اللي تقال لبتر وقتلتكم على فكرة البطولة كلها 21 يوم من 20 اكتوبر خلاص لـ 11 نوفمبر 3 أسابيع نشوف هي حصلي طيب بس هي جوازها تستحق هذه المعاناة ان البطل ياخد 4 مليون ايوه في 20 يوم بتلعب على طار جيد كبير طيب واحد من أهم الأهداف اللي طالب بيها الشركة المنظمة ان الملاعب تبقى ان الملاعب تبقى كامل العدد ادي الجواز البطل 4 مليون الوصيف 3 مليون الاثنين اللي وصلين في السيمي فاينال 1 مليون 700 مليون وكل فريق شارك في البطولة هيبقى خد مليون دولار لمجرد المساعد يعني انت مليون توصل الاربعة ايوه لا لا توصل الاربعة هتفضل تتزايد لما تاخدوا البطولة توصل الاربعة يعني هو بيضيف على المليون بالظبط لحد ما توصل ايوه لو كسبت البطولة هتاخد ثلاثة تبا اكتمل على المليون يبقى اربعة اي طيب يعني في كل احوال 21 يوم باربعة مليون دولار وانت مجرد المشاركة بتاخد مليون دولار اي لكن اعباء كتيرة وصفر كتير هو بيتحملوا 35 تذكرة ايكونومي اه على الدرجة الاقتصادية لرحلات الطيران اي زيادة عندك على حسابك على حسابك الفرو عايز تغير لطيارة خاصة بتاخد ثمن 35 تذكرة وتجيب طيارة خاصة اه ويمكن اللي اللي يعمل كده اغلبا هاي استقر على كده طيب واحنا حنلعب سنبا غلط ان الناس تتكلم في صندوانس مش كده في الخطوة التالية تلي كلمة اه ما تشويش السمك قبل ما تصطادوا اه ما تتكلمش على صندوانس ما نوصلش نقول صعب يا زيدي اما نوصل نبقى نشوفها صعبا نهلا وسهلا وانت حمل الصعوبة اه صديقك اللي استطرق اندي الرئيس باعس في في سنبا في سنبا اه اما نشوف بقى ما نرجع نقول وشك حلوة ان شاء الله تعالى طيب كنت باسألك الاهتمام الكبير بالبطولة جماهيرية الشركة اوسط انه لازم الملاعب تبقى بساعة كاملة شوف انا ده احسن قرار بيحطك امام مسئولية بقى انت هنا كالتحاد مصري اي والحقيقة في كل تجربة افريقية او دولية الدنيا بتمشح كويس يعني وفرصة في نفس الوقت اللي جي مهرنا انها تقولي يا جماعة ما تخافوش الساعة الكاملة مش هيحصل مشكلة اه فنتمنى ده هيحصل لان يعني انت شفت سنبا بيقولك ايه اي يعني في دور في دور السوبر بيقولك التذاكر خلصة خلصة اه داخلي يا جماعة الانديه محرومة منه اه ومحتاجها جدا اه محتاجها جدا اه يعني انت لو كل ماتش حتى يصرف على نفسك يبقى انت عدية افريقية بدون تحمل اعباء ايه وتبقى الجايزة مشفية لك اه وده مهم اه ده كلام مهم جدا الاهتمام غير المسبوق بمباراة الاهلي وسنبا العاصمة التنزانية دار السلام الحساب الرسمي لنادي سنبا ام بنشر صور للجماهير وهي بتتدافع وبتقبل على وضع البسطرات الخاصة بالمباراة على كل حاجة انا بقول لكم عرض اللي انا بقوله لكم ده شوفوا الاهتمام بوصول الاهلي الى تنزانيا من دلوقتي حطوا صور المباراة على التوكتوك كل الحافلات والشوارع صورة التيكت بتاع المباراة تذكرة المباراة الاهلي وسنبا بصوا الحجد الجماهيري لعبتنا لازم ان تبقى واخد بالها من كده وجمهورنا لازم ان يبقى واخد باله من كده انه حيواجه باهتمام شعبي غير طبيعي هتشوف بس هاتول لباشموندس الصورة بتاعة التوكتوك وهو عليه صورة المباراة شايف شايف يا باشموندس التوكتوك في تنزانيا عليه صورة المباراة شعار ترويج وتجييش وحجد لانه ان انت هتحط في استاد دار السلام وانا اروحت الملعب ده اكتر من مرة استاد برضو مؤلئ لانه حضور الجماهير فيه مكسف جدا والجماهير التنزانية اه طيبة لكنه بتشجع فرقتها بشكل عنيف قوي بصوا هم عندهم احساس بالزهوة انه ما مختارين ضمن التمانية الكبار في القارة طبعا فده في حد ذاته مديهم احساس كبير حتلاقيهم متفاعلين مع المباراة بشكل استثنائي قوي ده اللي ناخد بالنا منه في هذا الحجد اللي حصل استعاد سنبا خدمات حارس المرمى ايشي مانولا بعد ما شارك في مباراة ودية ضد فريق دار سيتي وفاد سنبا على دار سيتي بنتيجة خمسة واحد واتطمن على حراسة المرمى عيسى مسعود عضو مجلس ادارة نادي سنبا التنزاني اكد لموقع يلا كورة انه مباراة الاهلي لها اهمية استثنائية كبيرة جدا عندهم لكن كمان تحدث عن سبب فشل لويس ميكسوني اللعب المزنبيقي اللي طلع من عندهم راح سندونز وبيه رجع لهم وبعد كده انتقل للاهلي ورح ابها السعودي ثم عاد الى سنبا من جديد وقال مسؤول نادي سنبا عن سبب عدم تأقلم او سبب عدم نجاح ميكسوني مع الاهلي قالك هو صدفه ظروف صعبة لانه ما تأقلمش على الثقافة المصرية وما خدش وقت كافي انه يقدر ينسجم مع الفريق انا اقول لك بقى تصوري يعني ايه هو كنجم فريقه بيلعب باريحية مش مقيد بتاكتك يحد من قدراته ايه هو في النادي الاهلي له دور مرسوم ايه وبيلعب زي كل اللعيبة ايه يجب ان يكون منضب التاكتكية ايه دي عملية مش سهلة للعيبة كتير مهما كانت مهارتهم يعني مهم فا لكن ميكي سوني هيظل عليهنصر بيعرف يشوت عنده تزديد قوان شفناه لما كان بيشوت مراوغ مراوغ اه انما عنده الاداء الفردي مهم طبعا ما بيرجعش يدافع مهم زي ما كان احنا ايه ما كانون ض trave دافع كان بيبقى مرهق ما يقدرش ايه. يكمل. يكمل بالشكل اللي احنا عايزين. فطبعا لا ثقافة تانية خالص. لكن مش معنى كده انه انه هو لا هيشكل خطورة عن نادي الاهلي بدأ وفعه. انه يزبط نفسه قدام النادي الاهلي. طيب. التهديد دقى المباشر للاهلي من نادي سيمبا. احمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا. حسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن. بيقول لك حان وقت خروجه من البطولات. وقال لك بالزبط مع احترامي للاهلي. لانه الفريق الكبير جدا. والاول في افريقيا بلعبته ومدربينه المميزين. لكننا سنقاتل بكل قواتنا لتحقيق هدفنا. وانه حان وقت خروج الاهلي من البطولات. وانه ده هيب على ايدينا. يعني. بص يا جماعة الكلام ده لازم يستنفر جوانا. الاهتمام والتركيز الخاص بالمباراة. لازم ده يكون معلوم جدا جدا لمستر مارسو الكولر ولللعيبة بتاعتنا. واتمنى ان احنا ما ننشغلش بحطة اللعيبة الدوليين وتأخروا وجم. كل فرق القارة لعبت في الاجندة الدولية. واجه ظروفك. اه. مش انت الوحدة. كل الاندية لعبتها الدوليين لعبوا في خلال الاجندة الدولية. ومش عايزين فكرة بقى والاهلي والجمهور والرحلات واشيبوا الاهلي وفرقته يركزوا. يركزوا. هو دي الخدمة اللي الجمهور يعملها لله. فاتمنى مع دخول الفريق في بوتاقة التركيز الخاص بمباراة سنبا. اللي اديكم شايفين انه تهديدهم المباشر انه حان وقت اخراج الاهلي من المطلوب. يعني عايشين الحلم ده. بالزبط. ودي حاجة خطر. وانتو شايفين الاهتمام الشعبي الناس حطوا صورة الشعار الاهلي والمباراة على التكاتك. تعالوا. فاتمنى ان احنا كمان زي ما هيكون في اقبال جماهيري عنيف جدا موجود في سنبا. اتمنى كمان ان جمهورنا يكون حاضر بالكسافة المسموح بيها في مباراة العودة. خاصة ان هي اعتقد خلاص. المفروض يتم طرح التذاكر لانه ما عندكش وقت خالص. انت هتلعب هناك وبعدها بتلات يام هتلعب هنا كمان. فاتمنى ان جمهورنا كمان يقبل على مباراة العودة بالكسافة وبالحرص الشديد اللي معروف عنه بال بالنظام. اشتركوا في القناة